يكافح هذا الطفل اليمني الصغير بجسد هزيل وأسنان كادت أن تكتمل للبقاء على قيد الحياة بكل ما أتي من قوة يلتقط أنفاسه سريعاً لينتقل لاحقاً إلى ميزاناً ويثبت للعالم أنه أصغر من يقاوم سوء التغذية في بلد حكمت الحرب بالأعدام على طفولة وحقوقها ببضع كيلوغرامات لا تتجاوز أصابع الكف الواحد يوجبه الطفل جرائم الميليشيات الحوثية التي طالت حتى زجاجات الحليب سوء تغذية وينتوصل مراحله أنه يعجزوا عن الأعضاء حقوقهم تعجز عن العمل بشكل تام عشرات يظهرون شهرياً في عيادة في محافظة الحديدة الجنوبية قادمين من منطقة حيس يتقاسمون الأسرة وينتظرون دورهم على ميزان الأطفال وأجهزة قياس النبض فأكثر من خمسمائة ألف طفل في حالة حرجة بسبب سوء التغذية بحسب تقديرات الأمم المتحدة أزمة النزوح تضاف على هذه المأساة فلا منزل ثابتاً لأي طفل في البلاد ولا فناء يلعب به أو سريراً يؤويه ليلاً من خيمة لأخرى تستمر معاناة آلاف النازحين في مخيم الرباط بمحافظة لحج جنوبية اليمن واستعجز عن تأمين الغذاء المنظمة تيجي تساعد إحنا براشين تيجي تساعد إحنا بأي شيء يعني إحنا حالة إحنا مرة صعبة في المخيم يعني عايشين حالة ما يعلم بالله الله الحمد لله لو في مطر ننظر حمل ننظر وخاصة إحنا أمراض ما نقدرش نتحمل حمد القوي يعني الحاجة التي تحصل في المخيم مفوضية اللاجئين تقول أن 66% من سكان البلاد أي 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأن أكثر من 170 ألفاً نزحوا معظمهم داخل مأرب إلى جنب حجة والحديدة وتعز يأكلون ما يأتيهم كهذه الأم التي ينتظرها أطفالها بزاوية الخيمة لتحضر لهم وجبة خبز حاف ترجمة نانسي قنقر